السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وذلك أن مسيلمة التف معه من المرتدين قريب من مئة ألف فجهز الصديق لقتاله خالد بن الوليد في قريب من ثلاثة عشر ألف فالتقوا معهم فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة من فيه من الأعراب فناد القراء من كبار الصحابة يا خالد أخلصنا يقولون ميزنا من هؤلاء الأعراب فتميزوا منهم وانفردوا فكانوا قريبا من ثلاثة آلاف ثم صدقوا الحملة وقاتلوا قتالا شديدا وجعلوا يتنادون يا أصحاب سورة البقرة فلم يزل ذلك دأبهم حتى فتح الله عليهم وولى جيش الكفر فار وأتبعتهم السيوف المسلمة في أقفيتهم قتلا وأسر وقتل الله مسيلمة وفرق شمل أصحابه ثم رجعوا إلى الإسلام ولكن قتل من القراء يومئذ قريب من خمسمائة رضي الله عنهم فلهذا أشار عمر على الصديق بأن يجمع القرآن لألا يذهب منه شيء بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك في مواطن القتال فإذا كتب وحفظ صار ذلك محفوظا فلا فرق بين حياة من بلغه أو موته فراجعه الصديق قليلا ليستثبت الأمر ثم وافقه وكذلك راجعهما زيد بن ثابت في ذلك ثم صار إلى ما رأياه رضي الله عنهم أجمعين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين هذا تفصيل لما تقدمت الإشارة إليه من أنه لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة وخشي عمر رضي الله عنه على ذهاب شيء من القرآن أو الاقتلاف فيه والتنازع بسبب ذهاب أهله فعرى ذلك على أبي بكر كما تقدم وحاول معه وصارت محاولة ومقاولة بينهما حتى شرح الله صدر أبي بكر فأمر زيد بن ثابت أن يجمع القرآن تردد زيد في أول الأمر هذا التردد الأشك أنه أمر سائق ومقبول في أول الأمر حتى ينشرح الصدر ويتقرر الحق في ذلك لأن الأمر يقدم عليه شيء ليس بالسهل الأقدام على القرآن بشيء لم يفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني شيء مستعظم في نفسهم ولذلك متردد قبله أبو بكر ثم بعد ذلك لما صارت المصلحة راجحة بالمتعينة المصلحة المتعينة في مثل هذا وكل من أبي بكر وعمر من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهم يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد والقرآن مكتوب من قبل ذلك كان الكتاب القرآن يكتب بين يديه عليه الصلاة والسلام لكن هو متفرق فجمع في شيء واحد وليس في هذا أدنى إشكال والله الحمد لما شرح الله صدر أبي بكر وأمر به وصار من سنة خلفاء الراشدين وهو أيضا تبع لما كتب في عهده عليه الصلاة والسلام إلا أن جمعه في شمع وضع واحد لا شك أنه أضبط وأضمن فجمع بما جمعه بهم على طريقتهم وفي وسائلهم المتاحة لهم من العسب واللخاف وقطع جلود وما شبه ذلك على الوسائل المتاحة لهم يعني فرق كبير بين أن يكتب شيء على لخاف قطعة عسيب من النخل أو على حجارها أو على جلد أو يكتب في آلات بمجرد ضغطة زر توجد بضغط الزر تنتهي وآلة لا تزين مئة جرام أو مئتين تحمل عشرات الآلاف من المجلدات فرق كبير لكن أولئك تعبوا وتحملوا فلهم من الأجور ما كتب الله لهم ادخل أولاو ونحن يسر لنا هذا الأمر تيسير ما كان يخطر على بالي أحد ولو تكلم به أحد قبل وقوعه لعد ضربا من الجنوب أو نوعا من السحر ومع ذلك انصرف الناس عن العلم والتعلم والتحصيل مع سهولة الأمر تيسر والإنسان في فراش بإمكانها يستطلع أخبار العالم كلها ويقرأ ما كتبه الأولون والآخرون ومع ذلك سبحان الله العلم العلم ذكر لا يتحمله إلا الذكور من الرجال كل ما زاد التعب عليه كان الرسوخ فيه أكثر وكل ما سهل صعب كل ما تيسر صعب أمره لأن الأمر المتيسر ثباته في الصدور شبه معدوم في أول الأمر كما ذكرنا في مناسبات كثيرة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة الحديث هو أن خشية أن يختارت بالقرآن كما تقدم أو أن يعتمد الناس على الكتاب ويأتركوا الحفظ تمد الناس على الكتابة ويتركوا الحفظ بخلاف حفظ القرآن لأن فيه نصوص ومتعبد بتلاوته فيحفظه كل أحد من المسلمين أما السنة يحفظها العلماء وليس متعبداً بتلاوتها فقد يعتمدون على هذه الكتاب ولا يهتمون بالحفظ وقد حصل كل ما طال الزمان وبعد العهد ضعف الحفظ حتى كاد أن ينقرض ومن اختلاط القرآن بالسنة في القرآن فأذن بالكتابة ومع ذلك اعتمد عليه كثير من الرواة وفي تراجم كثيراً منهم أنه ضابط في كتابه كتابه مضبوط كأبي عوانه وغيره إذا قالوا أنه يضبط كتابه في معناه أن حفظه أقل نعم وهذا أمر طبيعي وعادي الذي يعتمد على حفظ الأرقام حفظ لا يحتاج إلى دليل والذي يكتب لا يحفظ ولا رقم ثم جاءت هذه الجوالات تسأل إنسان عن رقمه هو ما يعرفه نعم لأنه اعتمد لكن لو ما فيها وسيلة لحفظ الأرقام اضطر الناس من هم من يحفظ من هم من يكتب استمر الناس على الكتابة وتواطأوا عليها وضبط العلم بها وقيد بها لكن الحفظ ضعف سمر الأمر إلى أن وجدت الطباعة وازداد الأمر سوءاً مع أنه وفرت العلم ووفرت الكتب وبدل ما تجلس شهر تنسخ جزء بإمكانك تشتري مكتبة فيها ألوف مؤلفة من المجلدات تصفها ببيتك وتفرج لكن وش نصيبك من هذه الكتب إن عرفت العناوين زين إذا قلت الكتاب المفلاني عندك قلت إيه هذا الحفظ لكن كثير من الناس ما يدرش اللي عنده من الكتب لأنه اشترها جملة وفاتته جملة يعني وإن كانت موجودة عنده جمعت الكتب في هذه الخزائن لأنها تيسرت يطبع الكتاب بعشرين مجلد تأتي به في لحظة وتدعى الدالوب وبعد ذلك ما فيه قابل الطباعة تضطر إما أن تستعير الكتاب لتنسخه أو تستعيره لتقرأه وتستفيد منه وترجعه ما هو بلك فصارت يعني وإن كانت نعمة من جهة إلا أنها نقمة من جهة نعمة لمن استغلها وهذا كذا سائر نعم اللي ما يستغل لو يستفيد منه على وجه المطلوب تعود عليه نقمة وبال والذي يقول ابن خالدون كثرة التصانيف ما شغل عن التحصيل نعم توسر الأمر وجدت الكتب والآن زاد وجودها بأرقام يوميا المكتبات فيها جديد لكن وش النتيجة النتيجة نجمع من الكتب ولا نقرأ ثم بعد ذلك وأول ما وجدت طباعة أفتأ شيوخ الأزهر بتحريم طباعة كتب العلم أجازه طباعة التواريخ والأدب واللغة وما أشبه ذلك لكن عم الشارع يعفته بتحريم لأنه لا شك أنه على حساب التعلم على حسابه تشتري الكتاب مثلا تفسيري بن كثير في عشرة مجلدات خمسة عشر مجلد أو أربعة مجلدات على أقل ترسوا على هذا وأنشار قبله تفاسير وبعده تفاسير وبالغة تفاسير مئات لك وش النتيجة تحتار فيما تقرأ تحتاج إلى وقت طويل لتختار ما تقرأه أول ما فيه لتفسير واحدة واثنين يراجعين وينتهي لكن تيسر هذه الأمور سبب صعوبة في التعلم وأوجد التسويف عند طلاب العلم والتردد إلى وقت قريب جد واحد موجود الآن ينسى خنونية بيوم خمسة الاف ثمانمية بيت بريال حفيده موجود أنا أولده أدركته توفي قبل ثلاثين سنة بيوم ينزاله لكن لما وجدت من يكتب النونية خمسة الاف ثمانمية بيت ها نعم ثم بعد ذلك يقرأ ولا ما يقرأ هذا المقصود أن الطباعة صارت وبال أولا لكتابها أضعفت الحفظ ثم جاءت الطباعة وأضعفت القراءة والتحصيل مع تيسرها مع أن أول لما كانت المخطوطات بعضها بخطوط رديئة لكن تكلف العلماء وطلاب العلم على قراءته ومع هذه الكلفة والسؤال عن هذه الكلمة ما يرد بهذه الكلمة ما هذه الكلمة واحد يسأل شيقه واللزميله ينسى هذه الكلمة لن تنسى هذه الكلمة لأنه تعب عليها ثم ازداد الأمر سوءا حينما جاءت هذه الأقراص التي فيها الألوف المؤلفة من الكتب عشرة ألاف عشرين ألف مجلد خمسمائة ألف حديث مئة ألف كتاب مدري من إيش مش استفادة الناس يحتاج إذا لا بد يكون الكهرباء موجود علشان الجهاز يشحنه ما يشحن وإذا منه طف الجهاز رجع عامي ما في ذهن شي ما فيه من يبي يمسك جهاز ويحفظ عليه مثل ما يحفظ من الكتاب في أحد ما أظن لأن الكتاب أيسر في التعامل ومدام تبي تقرأ الكتاب حرف حرف وتيسرت الأمور من جهة أخرى بضغط الزر تطلق لك كل اللي تبي جميع طرق الحديث قدامك وجميع ما قيل في هذا الراوي أمامك بيسرسوا ولا بزر لكن لو أنت فتشت الكتب وخرجت الحديث وجمعت ما قيل في هذه الراوي افترض أن في هذا الجهاز خمسين طريق وأنت بطريقتك بدون فهارس بطريقتك وجدت وقفت على عشرين طريق لكن تعبت على هذه الطرق أنا أقول استفاد من هذه الآلات في حالتين إذا ضاق الوقت خطيب بقي عليه خمس دقائق عشر دقائق ومضطر لمعرفة حكم حديث يرجع إلى هذه الآلة ومع ذلك حاجته إليها أنت بثبت المعلومة الأمر الثاني في اختبار العمل أنت بحثت عن تقليل هذا الحديث وقفت على عشرين أنت بتشوف فيه زيادة ولا لا لا معنى ترجع إلى هذه الآلة أما ابتداء ترجع وتعتمد عليها كلياً مش تدركت من العلم ما تدركت من العلم شي تشوفون تربية الوسائل الحديثة وشو بيصيرون يعني لذي تدركوا الطباعة وانتجار الكتب وتوزيع الكتب وتيسرها لكل أحد ترى تحصيل ضعف والله المستعان لما أذن بالكتابة وصارت على حساب الحفظ عند كثير من الرواة الإمام أحمد يحفظ سبعمائة ألف حديث ما في جهاز يحفظ هذا العدد أبداً ما في يعني على ما وصلوا خمسمائة بالطرق والصحيحة والضعيفة والموضوع كل جميع ما حصلوا وين العلم هل نقول أنه ضاع على الأمة شي هي بحاجة إليه ما يجوز الأمة بكاملة بمجموعها أن تفرط بما يحتاج إليه في الدين الأمة معصومة من ذلك المقصود أن الخطوة الأولى في جمع القرآن صارت في ميزان من تسبب ومن فعل من أبي بكر وعمر وزيد ومجموع الصحابة الذين تعاونوا على إخراج ما عندهم من مفردات الآيات ومن السور حتى كتمل القرآن على العرضة الأخيرة ثم يأتي جمع عثمان قد يقول قائل القرطاس مذكور في القرآن وينهم عن القرطاس يكتبوا بحجارة وجلود لا بغل واحد يحمل له سورة الفاتح يحتاج إلى جمل وينهم عن القرطاس مذكور في سورة الأنعام وينهم عن القرطاس شون نادر لا لا ماهم وجود ماهم وجود ماهم وجود ما وجود إلا في عياد هارون الرشيد طيب وش القرطاس اللي مذكور القرطاس ما يكتب فيه فالحجر قرطاس والجلد قرطاس نعم شو التعب التعب له ثمرة والجهد له أجره وم إنسان يستلقي ورجل على رجل بيحصل العلم واستراحات وملاحق وشبات ومدريش لا 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 ما يحصل معها علم هذه ما في علم لنبتعب لا يستطاع العلم براحة الجسم نعم الشيخ وهذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصاري ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد قال حدثنا يزيد قال حدثنا مبارك بن فضالة حدثنا حدثنا يزيد قال حدثنا مبارك لا أنا عندي غير هذا في ألف ابن حدثنا يزيد بن مبارك عن فضالة عن الحسن حدثنا بغيره في ألف ابن والخطاء يقول أن المبارك بن فضالة ما أعضع فيه فهو مدلس قال أنا مراجعين مبارك بن فضالة قال حدثنا يزيد قال حدثنا مبارك ابن فضالة عن الحسن أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله فقيل كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة فقال إنا لله فأمر بالقرآن فجمع فكان أول من جمعه في المصحف وهذا منقطع فإن الحسن لم يدرك عمر ومعناه أنه أشار بجمعه فجمع نعم ينسب الفعل لمن أمر به أو أشار به وأتسبب فيه فينسبه يقال عمر جمع القرآن باعتبار أنه أشار هو تسبب ولا شك أن من دل على خير فهو له مثل أجل فاعل كما يقال أمر الأمير أو حفر الأمير بئرا حفر الأمير بئرا ما يمكن أن يحفر الأمير بئر وإنما أمر به نعم ولهذا كان مهيمنا على حفظه ومع ذلك الخبر منقطع نعم ولهذا كان مهيمنا على حفظه وجمعه كما رواه ابن أبي داود حيث قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمر بن طلحة الليثي عن محمد بن عمر عن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر لما جمع القرآن كان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان وذلك عن أمر الصديق له في ذلك كما قال أبو بكر بن أبي داود حدثنا أبو الطاهر يعني كأن أبا بكر لما اقتنع بمشورة عمر قال أن تولى الأمر وأشار بزيد ابن ثابت ليتولاه بنفسه ويشرف عليه عمر كان الأمر هكذا ذلك أن عمر لما جمع القرآن إلى أن قال وذلك عن أمر الصديق له نعم لا هم رواة حديث الأعمال بالنيات محمد أنع القمام محمد بن عام محمد بن عامر هذا معروف فيه نوع أعطني آب عبدالله محمد بن عامر هذا اللي فيه ضعف حسنوا حديثه حسنوا حديثه ومثلوا به الصحيح لغيره هكذا محمد بن عامر من عامر أبن الآلقمى نعم أبن أبن هي هذا اللي يدع نعم محمد بن عامر ها أطلعو من الناغ لا لا خلاص هاتوا 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 بالعدالة والصدق راويه إذا أتاله طرق أخرى نحوه من الطرق صححته كمثني لو لا أن أشق إذ تابعوا محمد بن عمري عليه فارتق الصحيح ابن عمد من؟ ابن عقام ابن عمد صحيحين ماذا؟ نعم حدثنا عبو الطاهر قال أنبان ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال لما استحر القتل بالقراء يومئذ فارق أبو بكر رضي الله عنه أن يضيع فقال لعمر بن الخطاب فارق يعني خاف أبو بكر رضي الله عنه وعرضه نعم ولزيد بن ثابت فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه منقطع حسن ولهذا قال زيد بن ثابت ووجدت آخر سورة التوبة يعني قوله ولهذا قال زيد بن ثابت ووجدت آخر سورة التوبة يعني قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآيتين مع أبي خزيمة الأنصاري وفي رواية مع خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره فكتبوها عنه لأنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين في قصة الفرس الذي اتاعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعراب فأنكر الأعرابي البيع فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابي شاهد خزيمة وهو لم يحضر ما حضر البيع فشاهد للنبي عليه الصلاة والسلام ولما سئل قال نأمنوا على خبر السماء ولا نأمنوا على خبر الأرض وعلى فرس شيء من هذا النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المسلوق الذي لا ينطق عنه ولذلك سمي الصديق لأنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام بشيء كذبه الناس وفي ظاهره ما يخالف العقل وأما مسألة بإعفارة وشيرها فرسل ما فيما يخالف ومع ذلك صدق النبي عليه الصلاة والسلام إن كان قد قال فقد صدق ولذا سمي الصديق وليس في هذا مستمسك لأن تشهد لأحد من غير علم ولا حضور ولا شهادة وأن تغائب ثقة به لا أبدا كائنا من كان حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يشهد ولو كان أعلم الناس وأوثق الناس وأورعى الناس لأنه يجوز عليه الكذب وأما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز عليه الكذب مستحيل الكذب في حقه عليه الصلاة والسلام نعم والحديث رواه أهل السنن وهو مشهور وروا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن أبي بن كعب أملاها عليهم مع خزيمة بن ثابت وقد روا بن وهب عن عمر بن طلحة الليثي عن محمد بن عمر بن علقمة نعم على الصواب على الصواب محمد بن عمر بن علقمة على الصواب على الصواب شف يعني مثلها مثلها هم يضبوا عن عمر عن عمر بن طلحة الليث لا لكن محمد بن عمر بن علقمة ما في عن علقمة مثل ما تقدم هو السابق نعم رواه أبو وهب عن عمر بن طلحة الليثي مش عندك نعم عمر وعمر أرنيا معك هل هو ربية هلها جديدة ها الله ودنا بالأصلية الأول هل هو ربية تراه متقنة مستشرقي صب صورة موجودا نصور نعم وقد روى ابن واهب عن عمر بن طلحة الليثي عن محمد بن عمر بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عثمان شهد بذلك أيضا علق عليها سليم ما قال سيد تأكد بعمل الله من التقريب عمر الله عمر بن طلحة خلوا معك المقصود أن كون الآية لو توجد إلا عند شخص واحد لا يعني أنها غير محفوظة عند الصحابة وموجودة في صدورهم لكن ما وجدوها مكتوبة إلا عند خزيمة أما البقية أحفظونا حفظ ما كتبوها لأن لا يقال أنه اعتمد في جامعة القرآن على شخص واحد ليس في القرآن من هذا النوع شيء وليس في هذا مستمسك لمن يتشبث بمثل هذه الاحتمالات والإشكال أن من من ينتسب الإسلام جعل لأعداء الإسلام وهم في الحقيقة أعداء الإسلام جعلوا لأعداء الإسلام من غير ملة الإسلام مستمسك في أن القرآن محرف وأنه لا ثقة بجمع يبي بكر ولا بجمع عثمان وأنهم يعتمدون على أشخاص وعندهم شبه وعندهم مزيد وأنه مزيد وأنقص القرآن مصون تكفل الله بحفظه فهو مصون من الزيادة والنقصان عمر الليثي ها عمر عندك عمر مشيت عليهم كلهم ها وشو هي هاي الكلام على الصواب الموجودة إشكال قسم القساوس النصارى يقول عندي أكثر من ألفين دقيقة على تحريف القرآن ومن راجعه الكافي الكليني والبحار المجلسي وفلان وفلان كلهم روافظ نساء الله العالمين نعم نعم وَأَمَّا قَوْلُ زَيْدِ وَأَمَنَوِ نَوْيْهَنُ حَيْهَا تَعْرِيهِ صلى الله عليه وسلم ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة مثل ما ذكرنا كان هذا قبل صناعة الورق نعم ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثقوا بحفظه فكان يحفظه فتلقاه زيد هذا من عسوبه ومن صدر هذا أي من حفظه وكانوا أحرص شيء على أداء الأمانات وهذا من أعظم الأمانة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده كما قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ففعل صلوات الله وسلامه عليه ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم عرفه على رؤوس الأشهاد والصحابة أوفر ما كانوا مجتمعين فقال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت فجعل يشير بإصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد رواه مسلم عن جابر وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب وقال بلغوا عني ولو آية يعني ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية واحدة فليؤدها إلى من وراءه فبلغوا عنه ما أمرهم به فأدوا القرآن قرآنا والسنة سنة لم يلبسوا هذا بهذا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لنما اختلط عليهم الأمر فالقرآن واضح والسنة واضحة والقرآن مكتوب في أشياء خاصة لا يخلطوا بها السنة والسنة كذلك عندما كتبها كعبد الله بن عمر وغيره لم يخلطوا القرآن بالسنة وكان النهي من أجل أن لا يختلط القرآن بالسنة وجه بعضهم النهي عن من يجمع القرآن والسنة في لوح واحد أما من يكتب القرآن على حدة والسنة على حدة هذا ما فيه إشكاله قد حصل نعم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كتب عني سوى القرآن فليمحوه أي لألا يختلط بالقرآن وليس معناه أن لا يحفظ السنة ويرووها والله أعلم فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبقى من القرآن مما أداه الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم إلا وقد بلغوه إلينا ولله الحمد والمنة فكان الذي فعله الشيخان عندما تصور الإنسان أنه إلى وقتنا هذا السنة ما جمعت والقرآن ما جمعت وشو بيصير مصير المسلمين نعم ما يمكن أن نتصور الواقع ولو نظرت في أحفظ الناس اليوم يمكن ما يعطى سيء الحفظ بالنسبة للأئمة المتقدمين ما يستحق مسألة دين وحامل دين وهيئ الله له من هو على مستوى هذه المسؤولية والحمد لله نعم فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أكبر المصالح الدينية وأعظمها من حفظهما كتاب الله في الصحف لألا يذهب منه شيء يموت من تلقاه بموتي بموتي لألا يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته ثم أخذها عمر بعده فكانت عنده محروسة معظمة مكرمة فلما مات كانت عند حفظة أم المؤمنين لأنها كانت وصيته من أولاده على أوقافه وتركته وكانت عند أم المؤمنين حتى أخذها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كما سنذكره إن شاء الله قال البخاري رحمه الله حدثنا هذا الجمع الذي حصل في عهد أبي بكر ما تم توزيعه على المسلمين لأن الحفاظ متوافرون حفاظ القرآن متوافرون والصحابة فيهم كثرة ومع ذلك ضمن ضياء شيء منه إلا أنه لم يوزع كما فعل عثمان رضي الله عنه إن عثمان في وقته ذهب كثير من الصحابة الحفاظ فاضطر أن يكتبه في مصحب الإمام ووزعه على الأمصار رضي الله عنه الجميع نعم قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا بن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنهما وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذر بيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وقال عثمان للراهط القراشيين الثلاثة يعني من الأربعة هؤلاء عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث هؤلاء هم القراشيون وقال عثمان للراهط القراشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما أنزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحفة في المصاحف رد عثمان الصحفة إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق وهكذا يفعل بما يوجد من قطع وأوراق متناثرة من القرآن لا يمكن ضم بعضها إلى بعض لتكون في مصحف كامل وهذا يحصل عند نهاية الدراسة من كل سنة يحضر إلى المساجد ما بأيدي الطلاب من قطع من المصاحف وأوراق ممزقة مثل هذه تحرق وإذا أمكن أن تجمع هذه ويلفق من مجموعها مصحف كامل يأخذ من هذا ورقة ومن هذا ملزم وهذا خمس ورقات من العشر تكون الأوراق مرتبة من طبعة واحدة وتجلد أحسن من ضياعها يستفاد منها هذه القطع والأوراق والملازم والمصاحف المبعثرة وفق من وفق لجمعها وتنسيق من مجموعة منها مصاحف كاملة وجلدت وبعثت إلى أقطار يعز فيها وجود المصحف في كل سنة يجلدون مئة مصحف مئتين ثلاثمائة وتبعث إلى بعض البلدان التي يصعب وجود المصحف فيها بدلا من أن تضيع في الأول كانت كتابة المصاحف لو تبعثت الأوراق ما يمكن أن تجمع من أكثر من مصحف مصحف لأن نهاية الصفحات تختل لكن الآن نهاياتها بداياتها واحدة إذا كانت من مطبعة واحدة أما المخطوطات ما يمكن أن تجمع من مئة نسخة مصحف واحد لكن المصاحف لسي المطبعة المجمع سهل جمع جمع من مئة مصحف ومن خمسين مصحف ومصحف واحد كامل ويجلد ويستفد منه ولا شك أن هذا المجمع بالنسبة لكتاب الله جل وعلى فتح توحيد الحارف توحيد الطباعة وجودة والعناية يقول أنهم في المراجعة رقم مئة ستة واربعين نعم وجدوا لن فيه اصطلاحات لكتابة التنوين تنوين موجود لكن اصطلاحهم في كتابته على هذه لأيها مختلفة في المراجعة مئة ستة واربعين عناية فائقة الحمد لله يعني وصل إلى أقصى المشترك والمغرب حوالي حول نصف مليون نسخة كم إلى كم خمسمائة مليون خمسمائة مليون نسخة اللي طبعت بأحجامها بأنواعها بتراجمها ولا شك أن هذا عمل جبار اللهم استعان نعم اللهم استعان نعم اللهم استعان أحد الأباء عبد الله وعبد الله حاجة ماذا ونذكر الصحيح رحمن يسميه الصحيح عبد الرحمن ها ونقل عبد الله ونعبد الله والله يذهب من عبد الرحمن ممكن قلط أقول العناية في مثل هذه الأمور التي لا يلتفت إليها كثير من الناس توفيق من الله جل وعلا يعني كون الإنسان يجد في المصحف مثلا كيس كيسينك في كل نهاية فصل دراسي فيها أوراق من القرآن إذا أويس من استفادها منها تحرق كما فعل عثمان رضي الله عنه وإذا أمكن الإفادة منها بضم بعضها إلى بعض واستخلاص مصحف كامل منها فهذا أكمل لا شك وأولى نعم قال ابن شها بن الزهري فأخبرني خارجة ابن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فألحقناها في سورتها في المصحف وهذا أيضا من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن أن يذهب منه شيء وهو جمع الناس على قراءة واحدة لألا يختلفوا في القرآن ووافقه على ذلك جميع الصحابة وإنما روي عن عبد الله بن مسعود شيء من التغذب بسبب أنه لم يكن ممن كتب المصاحف وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لما أمر عثمان بحرق ما عدى المصحف الإمام ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق حتى قال علي بن أبي طالب وجود الخلاف من ابن مسعود رضي الله عنه كان بسبب التردد لأن الإقدام على مثل هذا العمل ليس بالسحل مثل ما ذكرنا قد تردد قبله أبو بكر تردد قبله من تردد من الصحابة لكن إذا لما اتفقوا على ذلك وحصل فيه الخير الكثير تردد ابن مسعود ثم وافق لأن الأمر أمر مهول يعني ليس بالأمر الهيي يعني العمل شيء لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام يوجز شيء من التردد ثم بعد ذلك ينشرح الصدر لتمحض المصلحة الله مستوى وابن مسعود منزلته لا سيما في هذا الباب لا تخفى على أحد من أراد أن يقرأ القرآن قضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد ابن مسعود يعني من مزان نكرة ويمكن أن يستغنع عنها ويمكن أن يتجاهل لا من قراء الأمة من فقهائها ومع ذلك تردد أول مثل ما تردد أبو بكر ثم شرح الله صدر وانضم إلى الجماعة فما حصل خلاف ومع ذلك يقول بعض الظلم وددت أن أحك قراءة ابن أم عبد حتى باللفظة النبوي أن أحك قراءة ابن أم عبد من المصحف بظلع الخنزير صلى الله العافية التمادي في الطغيان والظلم لا حد له يصل إلى هذا حد شيء لا يخطر على البال صلى الله العافية من مقصود بالقراءة واحدة شيء على قراءة واحدة يعني الأحرف التي كان يقرأ بها السبعة تعالها لما أقبل هذه مجمع على حرف واحد لأهل الكتاب تعالوا خلاص ما في أقبلها الأم ما في شيء كان التجويز في أول الأمر لأن ألسن الناس لا تطاوعهم في أول أمر كبار سن نزل القرآن سبعين ثمانين ستين ما يمكن أن يطاوعوا لسانه وأن يقرأ كل حرف مما يقال عندنا طالب من منبيشة قبل خمسة عشر سنة أو أقل عندنا في نقول له ابنه أبي ذيب وعجز ينطق وليه ذيب نقول له وشلون ذيب ذيب أخذ لسانه إذا رحل ذيب جاء ذيب والله عجز عنه ينطق لأننا سهلة يعني وشاب ودارس مع الناس في الجامعة وما طاوعه لسانه عليها فكيف كبار سن ينزل عينهم القرآن جايين من جاهلية ما عرفوا شيء جوز لهم أن يقرأوا بما استطيعون إلى أن ذلت ألسنتهم بالقرآن فنسخ ما عدا الحرف اللي استقر عليه الأمر والأخوان بالنسبة لهذا الدرس هو آخر الدروس إلى ما بعد الحج أن السبت الجاي أنهم سافرين إن شاء الله مهم حتى قال علي بن أبي طالب لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلته أنا فاتفق الآئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعلي يقول هذا الكلام ومن يدعون اتباعه ويغلون فيه ويدعون عصمته يقول أن عثمان ابتدع وجمع المصحف وكذلك أبو بكر من قبل وعمر ويطعن فيهم بجمعهم ومصحف وعلي رضي الله عنه وأرضاه وهافقه ولولم يجمعه عثمان لجمعته أنا نعم الله مستعان فاتفق الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن ذلك من مصالح الدين وهم الخلفاء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وكان السبب في هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فإنه لما كان غازيا في فتح أرمينية وأذر فيجان وكان قد اجتمع هناك أهل الشام والعراق وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف شت ورآ منهم اختلافا كثيرا وافتراقا فلما رجع إلى عثمان أعلمه وقال لعثمان أدرك هذه الأمة قبل أن يختلف في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة والسامرة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة ومعاني أيضا وليس في توراة السامرة حروف الهمزة ولا حرف الهاء ولا الياء والنصارى أيضا بأيديهم توراة يسمونها العتيقة وهي مخالفة لنسختي اليهود والسامرة وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فأربعة إنجيل مرقص وإنجيل لوقا وإنجيل متا وإنجيل يوحنا وهي مختلفة أيضا اختلافا كثيرا وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجم منها ما هو قريب من أربع عشرة ورقة بخط متوسط ومنها ما هو أكبر من ذلك إما بالنصف أو الضعف ومضمونها سيرة عيسى صلى الله عليه وسلم وأيامه وأحكامه وكلامه ومعه شيء قليل مما يدعون أنه كلام الله وهي مع هذا مختلفة كما قلنا وكذلك التوراة مع ما فيها من التحريف والتبديل ثم هما منسوختان بعد ذلك بهذه الشريعة المحمدية المطهرة كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح والله ما يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي وغضب النبي عليه الصلاة والسلام على عمر حينما رأى في يده قطعة من التوراة لا شك أن الاطلاع على كتب الكتاب بعد تحريفها ونسخها لا يجوز لأنها تورث شيء من الشبه أو انقدح في ذهن ممسكها بأنها من كلام لا أو شيء من هذا وفي الحقيقة محرفة قد لا يقال أن التحريف نسبته مئة بالمئة لكنها محرفة ولذا لا يتجه القول بما قاله بعض فقهاء الشافعية من كلام قبيح ما يقبل ولو كان في حق هذه الكتب المحرفة يقول يجوز الاستنجاء بالتوراة والإنجيل يعني المحرفة هذا كلام ما يقبل أما كان القائل به لكن مع ذلك لا يجوز الاعتماد عليها ولا يجوز حتى ولا للطلاع عليها ولا القراءة منها إلا لشخص أراد أن ينقض شبه عندهم ولا شيء وأراد أن يرد عليهم من كتبهم كما فعل الشيخ الإسلام رحمه الله في جواب الصحيح الشيخ محمد رشيد رضا في مطبعة المنار طبع إنجيل برنابة طبعه الشيخ لأن فيه الإقرار بلسالة محمد عليه الصلاة والسلام وفيه أشياء تشهد أو أشياء يشهد لها ما في كتابنا مع أنها قد لا يوافق الشيخ على فعله هذا وإن كان يعني أسلم الأنهجيل وأقرب هذا الصواب ومع ذلك حتى لو كانت سليمة مئة بالمئة فلا حاجة لنا بها لأنها منسوخة أفي شك أنت يا بن الخطاب السخاوي له كتاب ذكرته ميران اسمه الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل فلسنا بحاجة إلى غير كتاب أنام فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعه وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف التي عندها مما جمعه الشيخان ليكتب ذلك في مصحف واحد وينفذه إلى الآفاق ويجمع الناس على القراءة به وترك ما سواه ففعلت حفصه وأمر عثمان هؤلاء الأربعة وهم زيد بن ثابت الأنصاري أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أحد فقهاء الصحابة ونجبائهم علما وعملا وأصلا وفضلا وسعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي وكان كريما جوادا ممدحا وكان أشبه الناس لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي فجلس هؤلاء النفر الأربعة يكتبون بالقرآن نسخا وإذا اختلفوا في وضع الكتابة على أي لغة رجعوا إلى عثمان كما اختلفوا في التابوت أيكتبونه بالتاء أو الهاء فقال زيد بن ثابت إنما هو التابوه وقال الثلاثة القرشيون إنما هو التابوت فترافعوا إلى عثمان فقال اكتبوه بلغة قريش فإن القرآن نزل بلغتهم وكأن عثمان رضي الله عنه والله أعلم رتب السور في المصحف وقدم السبع الطوال وثنى بالمئين ولهذا روى ابن جرير وأبو داود والترمذي والنسائي كان الألهاء اللي في التابوه هي التاء المربوطة يعني التاء المربوطة فقراءتها بالدرج ما تختلف عن التاء المعروفة لكن إذا وقف عليه صارتها نعم ولهذا روى ابن جرير وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث غير واحد من الأئمة الكبار عن عوف الأعراب عن يزيد الفارسي عن ابن عباس قال قلت لعثمان ابن عفان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها وحسبت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبع الطوال ففهم من هذا الحديث أن ترتيب الآيات في السور أمر توقيفي متلق عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما ترتيب السور فمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلا مرتبا آيات إلا مرتبا آياته فإن نكسه أخطأ خطأ كبيرا وأما ترتيب السور فمستحب فمستحب اقتداء بعثمان رضي الله عنه والأولى إذا قرأ أن يقرأ متواليا كما قرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين وتارة بسبح وهل أتاك حديث الغاشية فإن فرق جاز كما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيد بقاف واقتربت الساعة رواه مسلم عن أبي واقد وفي الصحيحين أبي قتادة وهو مسلم عن أبي قتادة عن أبي قتادة رحمه الله يقول إن جواب عثمان بن عباس رضي الله عنهم هو كما رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا من كان يكتب يقول ضع هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما نزل المدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما بساطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطول انتهى ولأجل هذه الرواية ذهب البيهقي إلى أن ترتيب جميع السور توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأنفال وبراءة ووفقه السيوطي ويرد عليه أنه لا يعقل أن يرتب النبي صلى الله عليه وسلم جميع السور إلا الأنفال وبراءة وقد صح على جبريل عليه السلام مرة واحدة من كل عام فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه القرآن مرتين فإن كان يضع هاتين السورتين في قراءته التحقيق أنه وضعهما في موضعهما توقيفي وإن فات عثمان أو نسيه ولولا ذلك لعارضه الجمهور أو ناقشوه فيه عند كتابة القرآن كما روي عن ابن عباس بعد سنين من جمعه ونشره في الأقطار هذا الحديث قال التلميذي حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف ابن أبي جميلة عن يزيد الفارسي عن ابن عباس انتهى ويزيد الفارسي هذا غير مشهور اختلفوا فيه هل هو يزيد ابن هرمز أو غيره والصحيح أنه غيره وروي عن ابن عباس وحكي عن عبد الله بن زياد وكان كاتبه وعن الحجاج بن يوسف في أمر المصاحف وسئل عنه أو روى عن ابن عباس الذي هو يزيد الفارسي روى عن ابن عباس وحكي عن عبد الله بن زياد وكان كاتبه وعن الحجاج بن يوسف في أمر المصاحف وسئل عنه يحب معين فلم يعرفه وقال أبو حاتم لا بأس به أنت ملخص من تهذيب التهذيب فمثل هذا الرجل لا يصح أن تكون روايته التي انفرد بها ما يأخذ به في ترتيب القرآن المتواتر نعم وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لاميم السجدة وهل أتى على الإنسان وإن قدم بعض السور على بعض جاز أيضا فقد رواح ذيفته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران أخرجه مسلم وقرأ عمر في الفجر بسورة النحل ثم بيوسف يعني على غير الترتيب المعروف وما جاء أنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قدم النساء على العمران أطلق العلماء الكراهة مع صحة هذا الخبر لأنه قالوا أن هذا الفعل من عليه الصلاة والسلام كان قبل العرضة الأخيرة التي حصل فيها الترتيب النهائي ومنهم من يطلق الكراهة لألا يخالف متفق عليه الصحابة في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه وإلا فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام يكفي في الحجية وحينها إذن لا مانع من تقديم بعض السور على بعض إلا أنه خلاف الأولاء وأما جوازه مدام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فلا كلام من أحد كم باقي بابنا خلاص إذن نقف عند هذا ومعدنا إن شاء الله السبت الثمانطاعش 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 السبت الثامن عشر من ذي الحجة السبت الثمانطاعش